لا تحب ستريدا جعجع الإطلالات الإعلامية لديها الكثير لتقوله لكنها تفضل الحركة على التنظير تقول تجول في أرجاء بيت النضال في يسوع الملك من هناك طلع الكثير من حكاية المناضلين أيام الاحتلال السوري حكاية عز وانتصار وانكسار وصار المكان جزءا من ذاكرة حزب ما زال على خط مقاومة أي نوع من الاحتلال من أجل تحقيق حلم الجمهورية ووفاء لكل شهيد نستذكره كل سنة في قداس وصلاة وزهرة الحمراء أهمية هذا القداس وأهمية أنه رفاقنا بالقوات اللبنانية لبوا بقوة يكونوا موجودين بالقداس بـ 24 أيلول هو تنجع نأكد على السوابة اللي ماشي فيها حزب القوات اللبنانية بحنان وحماس تتحدث عن ذكريات القداديس السابقة حين كانت صور الحكيم تهرب تحت القمصان يعني بعد اعتقال الحكيم بتقريبا ست سنين تبلشنا نقدر شوي نتنفس بلشنا نجمع بعضنا شوي شوي كل سنة ابتداء من الألفين كان ياخد الحجم القداس أكبر وأكبر بالحقيقة اللي كنا حبين نوجهوا كلنا سوى لأن بالنتيجة بهذه الفترة ما كنت لوحدة كنت أنا ومجموعة من الرفاق رسالة كنا حبين نوجهها لكل الناس بهذه الفترة أولا هو تكريم لشهدائنا بالرغم من أنه سمير جعجع بالاعتقال هو من جوه عم بيطالبنا نكرمه وبالإضافة كنا حبين نوصل رسالة تانية أنه صحيح رئيس هالحزب المنحل بالحبس وأنما نحنا بعضنا عم نطالب فيه وعم نطالب بقضيته وهو من جوه عم بيطالب بقضية هالشهداء اللي مات وعم بيناد الكرميل هالخط اللي من أجله المات وهالشهداء بتذكر تماما وين كنا نطبع بأي مطبع كنا نطبع صور الحكيم بأي مطبع كنا نطبع علام القوات اللبنانية كيف كانوا يطلعوا حريصة كيف بأي طريقة كانوا يوصلوا من خلال طلابنا بمصلحة الطلاب بيتخبوا من تحت التيشورتين تقدروا يوصل وتنقدر نسبة حال لون نوجد وبحزم توضح لماذا تتصدر صور شهداء ثورة الأرز واجهت المساحة في قداس الشهداء هو بالحقيقة قبل ما الحكيم يفوت على الاعتقال كانت هالم حتى أساسية وجوهرية بالنسبة لألنا بالنتيجة ما في شيء أسمى من الواحد يعطيه كرميل قضيته اللي هي حياته شو في أسمى من هيك؟ بقى هالنيس اللي يعطت أسمى ما في عنده اللي هي حياته أقل شي نقدر نعمل نذكرون بمحطة وبهال محطة نكون أوفية لقلهم وأوفية لشهدتهم هلأ في كتير ناس بيفكروا مثلا من صفوفنا كقويت إنه نحن ليش ربطنا هالشهادة بشهادة بقية الأشخاص بـ 14 أدار وهون أنا بحب بوضح وقول إنه بالنتيجة وقت تستشهد رفيق الحريرة استشهد كرميل لبنان لبنان أولا هلأ صحيح إنه الفريق الآخر التحق فيما بعد بعد الـ 2005 بقضية القوات اللبنانية لمبلش بالسبعينات مظبوط وإنما نحن اليوم مهم مين التحق قبل أو بعد مهم إنه نكون عم ننادي بنفس الطروحات السياسية بنفس التوجه السياسي لم يغب عن بالي السيدة التي عاشت أبشع تفاصيل الاحتلال بينما كان زوجها في الاعتقال حكاية رفاق اعتقلوا وعذبوا واستشهدوا لكنها تعرف أن لا حق يضيع ما دام خلفه مطالب وهذه رسالة قداس الشهداء لهذا الأيلول بها السنة حبينا من خلال اللوغو الأساس نقول أنه هالناس اللي استشهدوا ما راحوا دعان وأكبر دليل أنه المحكم يجيه ما أجمل من أن يتولى بطريارك مثل بطريارك سفير الذبيحة الإلهية في قداس الشهداء بفرح واضح تقول جعجع إنها نعمة والبميز الأداديس من وقتة ما طلع الحكيم من الاعتقال أي من بداية الـ 2006 لأنه هو أول قداس نعمل بالـ 2006 هو كسفة الحضور البعض الوطني لهذا الحدث لأنه عم بنوجد أطراف سياسيين من كل الطواقف ومن كل الأحزاب وبالإضافة هو الموقف السياسي وأنا برأيي هذا القداس بالذات راح يكون النكهة تبعيته اللي نكهة أنا بقول نكهة نكهة إلى بعد هيك بعد بعد كتير مهم هو حضور البطريارك سفير فيه واللي بيجزده غبطة البطريارك سفير من حكمة ومن بعض نظر ومن رؤية ومن نضار أما فيما يخص كلمة الحكيم في القداس فهنا المسألة خلينا ننطر ونشوف ما بدأ نستبق خلينا ننطر ونشوف هو بالحقيقة بعد ما حضر نهائيا كلمته كنا عم نحكي هيك ببعض الأفكار بس بفضل ما أستبق الأمور بس راح يكون له كلمة بالنتيجة مهمة مهمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر